موسيقى في الثالث عشر من رمضان عام 2011 أعلنت مجموعة من الشخصيات السورية تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي وهو يحمل شعار حرية عدالة تنمية ويندرج في إطار الحرص على توطيض صرح الدولة الحديثة في نطاق من الدستوريات الديمقراطية الاجتماعية على حد تعبير مؤسسيه وذلك بعد نحو عشرة أيام من صدور قانون الأحزاب الذي يشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية والسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون ومن بين مؤسسي الحزب النائب في البرمان السوري محمد برمو ورئيسة تحرير صحيفة تشرين السابقة سمير المسالمة والإعلامي السوري أكرم خزام في الثالث عشر من رمضان من العام نفسه أصدرت رابطة علماء الشريعة لدول الخليج فتوى دعت فيها إلى وجوب إدانة ما يفعله النظام السوري من قتل وتعذيب وسجن والحكم على النظام البعثي بالكفر القولي والفعلي مشددة على وجوب النصرة القولية والعملية للشعب السوري وداعية كل سفير لدى دولة النظام السوري إلى الاستقالة من عمله وعدم جواز الاستمرار في مثل هذا النظام الظالم الفجر وأشرت الفتوى التي صدرت باسم فتوى علماء الكويت ووقعها رئيس لجنة علماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي والأمين العام الدكتور علي الفراقدي أشارت إلى أنه يجب على كل الدول العربية والإسلامية خاصة مساندة الشعب السوري وسد حاجته المالية والغذائية والطبية وهذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله بالمال مشددة على وجوب قطع العلاقات الرسمية السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية مع النظام السوري وداعية علماء سوريا إلى البراءة من النظام والسطح بكلمة الحق نصرة لأهل سوريا وهم أعلم الناس بفساد النظام في الثالث عشر من رمضان من العام نفسه بدأ الجيش الإسرائيلي زرع ألغام أرضية جديدة على طول حدوده مع سوريا وذلك في محاولة لمنع أي محتجين مستقبلا من اجتياز هذه الحدود إلى مرتفعات الجولة تحت السيطرة الإسرائيلية وتأتي هذه الاستعدادات في إطار الإجراءات المكثفة التي تتخذها إسرائيل قبيل مسيرات يعتزم الفلسطينيون تنظيمها في سبتمبر المقبل وكانت إسرائيل قد تعرضت لانتقادات دولية حد حينما فتحت قواتها النار على مواطنين سوريين وفلسطينيين حاولوا اقتحام السياج الحدودي إلى مرتفعات الجولة خلال مظاهرات انطلقت في الخامس من يونيو الماضي قتل حينها ما يقرب من عشرين محتجا وتخشى إسرائيل من إمكانية أن تشهد الاحتجاجة المزمعة في سبتمبر في الضفة الغربية محاولة جديدة لاختراق حدود الجولة يذكر أن حقول أنغام تنتشر بكثافة في الهضبة الجبلية وهناك علامات تدل على وجودها وقد قال مسؤولون عسكريون أنهم أيضا يجهزون وسائل غير قاتلة للسيطرة على الاحتجاجات التي قد تندلع في الجولة في الثالث عشر من رمضان من عام 2012 أجر الجيش التركي تدريبا بالدبابات قرب الحدود السورية في خطوة تبرز قلق أنقرة من الوضع الأمني على الحدود مع اتساع نطاق الصراع على الجانب الآخر من حدودها الجنوبية وأجري التدريب بعد سلسلة من عمليات نشر للجيش التركي في المنطقة بسبب تصاعد العنف في سوريا وقد شاركت نحو من خمسة وعشرين دبابة في التدريب الذي أشرف عليه قادة في منطقة نصيبين في إقليم ماردين على بعد كيلومترين فقط من الحدود السورية وتقع مدينة القامش للسورية على الجهة المقابلة مباشرة لنصيبين وينتاب أنقرة قلق من الأنباء عن أن جماعة كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني تسيطر على مناطق كردية في شمال سوريا في الثالث عشر من رمضان من العام نفسه أعلنت وزارة الخارجية تشيكيا في براغ أن سفرتها في دمشق ستمثل المصالح القنصلية للولايات المتحدة التي أعلقت بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السورية في شباط فبراير وأفادت الوزارة في بيان لها أنه بناء على طلب من الولايات المتحدة أعربت الجمهورية تشيكية عن موافقتها على تمثيل الولايات المتحدة في الشؤون القنصلية في سوريا وأضاف البيان أن محادثات حول تفاصيل تقنية جارية حاليا وبذلك تخلف الجمهورية تشيكيا بولندا التي تكفلت بمصالح الولايات المتحدة حتى تعليق عمل السفارة البولندية المعلنة الأسبوع الماضي وتظل السفارة تشيكية في دمشق مفتوحة رغم قرار عدة دول أوروبية إغلاق بعثاتها الدبلوماسية نظرا لاستمرار العنف وتأزم الأوضاع وورد في البيان أن براغ لا تستبعد احتمال إغلاق سفارتها قريبا حسب تطور الوضع في الثالث عشر من رمضان من العام نفسه تلقت الشبكة العربية لبعلومات حقوق الإنسان بشديد الحزن والاستنكر نبأ استشهاد نحات السوري وائل قسطون والذي قضى نحبه تحت التعذيب الوحشي الذي يبارسه النظام السوري على المعتقلين من أصحاب الرأي والمتظاهرين المطالبين بالحرية وكان قسطون ستة وأربعون عاما معتقلا في أحد السجون السابعات للأفرع الأمنية بحمص في وسط سوريا وبعدما قارب على الوفا من جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له تم نقله إلى المستشفى العسكري بحمص وتم إبلاغ أهله بوفاة ابنهم وضرورة استلامه من المستشفى المذكور ويذكر أن قسطون من بلدة مرمريتا في رف حمص كان يعد من أهم وأبرع نحاتنا السوريين وقد شارك في العديد من المعارض الفنية بمدينة حمص وكانت قضية المرأة هي المحور الأساس لأعماله الفنية وكان قسطون حريصا على المشاركة في الثورة السورية منذ بدايتها واستغل كونه مسيحي الديانة وعمل على تفنيد مزاعم نظام الأسد بأن الثورة في سوريا تحمل أبعادا طائفية في الثالث عشر من رمضان من عام 2013 اندلعت مواجهات بين مقاتلين سوريين أكراد في شمال سوريا وعناصر إسلاميين تابعين لتنظيم دولة العراق والشام الإسلامية وذلك إثر اعتقال لمقاتلين أكراد لأمير التنظيم في مدينة تل أبيض وقد حصل هذا الاعتقال أثناء تفقيقهم لمدرسة كانت مقرا لحزب كردي في المدينة اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة امتدت إلى عدة أحياء من المدينة رفقها انتشار للكتائب المقاتلة في المدينة وعند أطرافها كما أفادت الأنباء مقتل اثنين من دولة العراق والشام الإسلامية ووقوع جرحة في صفوف الطرفين وتأتي هذه التطورات بعد أيام على قيام المقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية بطرد مسلح جبهة النصرى ودولة العراق والشام الإسلامية من مدينة رأس العين الاستراتيجية في محافظة الحسكة وتخضع المناطق الكردية لسلطة لجان محلية كردية منذ سحاب قوات الأسد منها أواصط العام الماضي في الثالث عشر من رمضان من العام نفسه أعلن الجيش الحر مقتل العميد حسن يوسف حسن قائد غرفة عمليات قوات الأسد في بلدة خان العسل بريف حلب وذلك أثناء محاولته الفرارة من البلدة التي اقترب الجيش الحر من السيطرة الكاملة عليها كما أعلن الثوار تدمير دبابتين واغتنام أخرى وأسرى ثلاثة جنود وقتل خمسة آخرين في البلدة وذلك بالتزامن مع استهدافها بقذائف الهاو لتجمعات قوات الأسد في حي الأشرفية بالمدينة ترجمة نانسي قنقر